ستاشر ستاشر مكتب ببرس بفين? مين حضرتك? انا عباس. عباس مين يا فنة? انا عباس الدمير يا ابو. انت اتظر يا جدع انت? تفضل امشي. حضرتك سألتني انت مين وانا جاوبتك? احنا مش فاضين اللي اخزروا الكلام الفارغ بتاعك ده? اتفضل امشي قبل من ده لك الامن. يا سيد! طلع الجدع ده برا. وانا مش ما نقول من هنا غير لما تقوله عباس الدمير يا ابوك واقف برا. ايه ده? مش معقول. استني يا سيد. مش ممكن مش معقولة. عم سامي. انا اكيد بحلم انا مش بصدق نفسي. صدق يا عم سامي. انا عباس. يا عمري ما كنت صدق اني هشوفك تاني. الحمد لله على السلام يا سي عباس. الله سلمك يا عم سامي. الله. امال ايه اللي كانوا قلوه زمان ده? قالوا انه مت يا عمي. انا قدابك اهو عمر الشايباقي. ازايك يا عم سامي. نحمده على كل شيء. تعالى سي عباس. تعالى. مين ده? بيقول ابو بيه برس بيه. شفت الدنيا. اخر مرة شفتك فيها كانت في الوكالة القديمة. لما جيت تستلم خمسين جنين. الحق جسلت ومرضيش قداملك. الحمد. الحمد. قديت جيت عشان تستلم الجمل دي ما حمل. بسم الله ما شاء الله. الشركة تفرح. البركة في الاستاذ محرم. الله. هو انت رحت البيت قبل ما تيجي هنا يا سي عباس؟ طبعا يا عم سامي رحت. وعمل ايه لما شافوك؟ ما صدقوش زيك كده. يا اهلا وسهلا. اهلا. مورت الشركة يا عباس بيه. الله يخليك. اتفضل حضرتك. ده مكتب بيه برس بيه ابن سعبدك. اتفضل يا عباس بيه. اتفضل. بيه برس بيه على وصول. اتفضل الاستراحة وبطبك لأهوان. عمري ما هشيري يا افتضل من انا. هو الاب يتمنى مين يكون احسن من وغير ابنه. اتفضل القهوة يا عباس بيه. عباس بيه؟ اللي حق ينشر الخبر؟ تعالوا تعالوا اتفضلوا. اتفضلوا لما عرفتكم. عباس بيه ادي ميلي. صاحب الشركة دي كلها. ووالد بيه برس بيه. الحمدلله على السلامة يا باشا. الله يسلم. لا واجد الشركة يا عباس بيه. شكل اوي اوي. بصراحة ساعات الباشا كنا عوزين نتكلم مع ساعاتك في حاجات مهمة. بس كلنا مكسوفين نتكلم معاك ما تسكت يا أستاذ سيد. من اولها كده تخطوه. وتدوش دماغه. سيبهم يا عم سامي. قولوا كل اللي انته عايديينه. بس ان عايزة اقول لكم حاجة. الأستاذ بيبرس هو مدير الشركة. انا كل اللي هقدر عمله انا نكلم و يشوف طلباتكم. يا عمر بيتك يا باشا. يعيش عباس بيه. المترجم للشر البشر أوعى 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 طابعز الولداي أخذها الوالداي الله سبقت ال monk الله يفرح نالك أخذها الигрى يلا طابع لا مكتبك يلا روح نشوفوا شغالاكů يلا أستاذ سامي إإني هلاك أمني يرمو الرجل ده بره يلا ما يصفش سبيiens سبيدي ع fossك يابني نفز إنه لجمrete عليه فراً يلا نسبنا لنسبنا يا عم سامي شفا غار قلي تاني انت تاني وهنا في مكتبي اسمعني يا ابني وحاول تفهمني افهم يا رجل يا حرام يا نصاب يا مزور انت انا هطول لك البوليس يا بغي برصة مش محتاجة البوليس يا ابني نزل ايدك دي مالش انا عذلك الصدمة شديدة عليك انت عيشت طول عمرك مقتنع عند ابوك مهدفو الدفن فجأة بعد عشرين سنة يطلع لك قب كده اسمع رجل انت ان ابويا مات واللي بيموت ما بيرجعش تاني انت فاهم صح انت صح لنفرض جدلا ان ابوك مات وانا مش ابوك ما تحبش يا بغي برصة بيردع تاني بطل فلسفة يا جدع انت ان ابويا كان رجل محترم مات واندفن وخلاص خلصنا لا ابو برصة انا منتقس في ابني ابوك ما ماتش ابوك واقف قدامك دلوقت وانا يللي اسبتلي هو اي حد يجي من الشارع كده يقول ان هو ابويا اخضي في حضني على طول معاك اوراق معاك مستندات بتقول ان انت ابويا انا معاه الاهم من الاوراق والمستندات بصلي يا ابني بصلي ايضا ماتش حاسب ان انا ابوك ماتش حاسب احساس يا ابني انا مش حطلب لك يا بوليس انا حطلب لك بوستشفى الامراض العقلية انت راجل مختل عقلية حتى لو انا مختل عقلية انا ابوك يا دي برس والله العظيم ثلاثة انا ابوك انا عباس الدماري ومش هتقدر تنكرني اسمع يا دي برس انا مش عايز كل الفلوس الي سابها عمي ما تهمنيش والله ما عايزها ومش جاي عشانها انا عايزة انت يا حبي عايز ابني انا مش عارف انت قدت التمسك ازاي انا يوم خلفتك يا برس كنت موقوف عن العمل ومحلتش ولا مانيب لكن شلتك على ايدي كده ومت حدت لحمة حمراء حاسيت ان انا اغنى راجل في الدنيا دي كلها شوف بقى يا راجل انت واضح انك بتلعب لعبة كبيرة يا قوى عشان تخدلك يا كرشيل واحدة بتكر الكلمتين انت قلتهم دلوقت دول حيأثروا علي او حتى حيجيبوا معي نتيجة لا يا ريب بقى من الاخر كده تأثر وتقول انت عايز ايه ما انا قلتلك يا ابن انا عايز ايه عايز ابني ما تقول ليش ابني دي تاني انت فاهم يلا يلا امشي دينا يلا ريبرس هتنفد ايدك على ابوك يا ولد بابا الراجل ده راجل نصاب مش ابويا انا مش بابا الراجل ده هو ابوك يا ريبرس نعم ايه ده بقى لا فيلم ارسمينه سوا انت عصابة ولا ايه اخلاص يا ساتر يا قلن الرذب لا 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 بلاش محب بلاش محب محب انا عباس استانا عباس ارجوك استانا عباس انا اسف انت زنبك ايه يا مهر بيبس اذا تربيتي انا الاسف وايه من انا مع الاسف انا انا مع الاسف انت راح فيه سبني بوقتي معنى الشباب موسيقى 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 لعني مفيش حد عرفك ومعترف بيك دلوقتي غيري أنا تصور عمد رويش بقى أنا الراجل الأعمى شايفك وعرفك انك انت عباس الدميري والمفتحين مش شايفينك ونكرينك ما هو دا يبدل اسمه عمل قلب والعمل ايه؟ ما يهمكش انت تبدأ من حيث انتهيت يعني ايه؟ انت كنت بتستغل فين قبل ما تسافر في المدرسة؟ مدرسة ايه؟ الحكمة السنوية خلاص كأن العشرين سنة اللي فاتوا دول ما كانوش ونسروح برزتك اروح المدرسة اعمل ايه عمد رويش؟ تلحم الخيط اللي انفك من مطرح ما انفك دا عشرين سنة عمد رويش ما دي مشكلتك انك مش واثق من نفسك انت مش عارف انك انت عباس الديميري ولا لا؟ طبعا عارف خلاص يا ابني سيب عباس الديميري يتصرف عادي يتصرف عادي زي عمد رويش؟ عباس الديميري دا بالنسبة للناس مات وشبع موت؟ مشكلتك برضو انك متردد طب انت عايزني اعمل ايه؟ تاخد بعضك وتروح مدرستك وترجع لشغلك تاني عباس الديميري لو وقف في الفصل يشرح للتلامزة هيثبت ان عباس الديميري عايش مش مات يا عمد رويش بس انا منقطع المدرسة دي عشرين سنة هيرضوا رجعوني تاني؟ لو رجعوك يبقى خير وهو برجع مرجعوكش اطلب الملف بتاعك يبقى معاك إثبات رسمي انك انت عباس الديميري لو سمعت ايوه مريم من فضلك عايز كتاب سقط الزند لا دا مش موجود استمى الموجود عمد رويش انا لمحته في حدة بعدين معاك يا عباس مفيش فايد اللي فيه دا ما يبطلوش اهلا استاذي كل دا يا ابني ومش شايفينك دا ابوك يا بيبرس ابوك اللي اتغرب عشرين سنة ورجع ملهوف عليكم ومش عايز منكم اي حاجة في الدنيا غير ان يسمع منكم كلمة واحدة بس كلمة بابا انا معرفوش ايوه بس انا عرفو كويس اعرفو براحتك وانا مال بيبرس بيبرس لعاشر مرة بقولك ان الراجل اللي طردته دا يبقى ابوك وما يستهلش منك ابدا انك تعامله بالطريقة دي شوف بقى حضرتك انا حامش معاك للاخر وحافترض فعلا ان الراجل دا ابويا ابويا اللي مات واندفن من عشرين سنة حافترض انه رجع فعلا مطلوب مني ايه بقى مطلوب مني انه يقوله اهلا وسهلا اتفضل وحشتني ايوه بابا اتفضل خد الشركة والفلوس وكل حاجة ودني مصروفي مطلوب مني ايه بتزبط فهمني يا ابني ايفهمني ابوك لا يمكن ياخر عليك اي حاجة ابدا خلاص لو هو بقى ابويا فعلا وقلبه علي زي ما بيقول يبعد عني مش انت بتقول انك تعرفه كويس قوله يبعد عني احسن له بيبرس انت اكيد جرى المخك حاجة الكلام اللي انت بتقوله دا بقولك ايه انا ابويا مات خلاص والفلوس دي بتاعتي انا ومش هتنازل عماليم واحد منها لاي حد في الدنيا كلها انا عارف عارف كويس اول راجل دا عايز ايه دخلي بدور الحنية وعايز اسمع كلمة بابا او كلام الفارغ دا شوية شوية باي قولي هت الشركة والفلوس ويكوش على كل حاجة انا عارف خطوته كويس بعدين بقى يا ماشو الحاجات تتحس انا بقى مش حس ان الراجل دا ابوي بالعكس كل ما اشوفه يركبني مليون عفريت بس بقى لما استغرب له حاجة واحدة بس انت ليه مصمم تدافع عن الراجل دا ليه مصره تقف في صفه دي امي اللي هي امي بتقول ان ابويا مات واندفع من عشرين سنة وانها لعمرها شابت الراجل دا ولا تعرف عنه اي حاجة خالص يبقى خلاص خلصنا بقى الموضوع تتقفل هو ارجوك ارجوك ما تفتحوش معايا تاني بقى انت بيه برس اللي انا ربيته يا خزارة ما كنتش عرف ان قلبك فيه كمية السواد دي كلها هيا لو اتفكي كده واحكيلي افتحيلي قلبك احكيلك ايه بس يا مم كل حاجة يا بيت الله رفض اسامير ليه في حد في قلبك يا بيت ولا في دماغي شاوريلي عليك وانا جوزهولي الوجه اللي وصلك على نصة الحرة دا بالعربية قولي يا بيت الام سر بنتها يعني انت تحكيلي وانا احكيلي كنوب اصحاب اوكي احكيلي انت القوي ماشي احكيلي زمان زمان قوي يعني كان فيه واحد بيعكسني بيعكسك انت يا ماما ايوانا ايه شكل ما تعكسه ولا ايه هو صحيح بنظارة لكن شايف كل حاج ضمان فض solutions خفت من الحارة وكلام الناس وانت عمله كمين كمين يعني ايه ر Northwestسد在سبسد Here يا عيني يعيين عن الاغراب هو شاف كده عيده بزط من نظارة وفضت الماشي وراي انا مشي وسبسب له وقول له تعالي المشي ور لغي ما ج embassy في وسط الكر وقدام القهوة وراشำت غو وفيني وجاعك وبهدين ولا قبلين تلع مخبط وبيدور على واحدة هربانة شبه يعني ما كانش بيعاكس يعاكس ميت بلا واكسر قديني دحقتك وحكاكي يلا تدور عليك احكيلي بقى اقولك الصراحة يا ماما ياريت انا ما عنديش حاجة احكيها لك والنبي طب خليكي فاكراها اقولك انا بقى الصراحة ياريت يا ماما هتتجوز يا سمير ورجلك فوق دماغك يا سمحت والله افندي عم قراني مين حضرتك ما انتش فاكلني لا يا ابني مش واخد بادي انا عباس الدميريوم برس التاريخ اهلا 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 اخصاص عباس الحمد الله على السلام الله يسلمك يا عم قراني المدرسة تغيرت قوي وغيرته اسمها كمان مش معنى الاسم اللي هيفضل على حاله ما كل حاجة تغيرت يا استاس وفين الحوش صغر قوي هو عاد في حوش ما كله تبان افسوه والأولاد بيروحوا فين في الفصح فصحة ايه يا استاس دي بقتلق فترات دراسة والأولاد بيحضروا الحص على الواقف والفصل فيه سبعين ثمانين تلميذ زي علبة السابتي ومين النظر دلوقت الاستاذ ممدوح سعد لسه النظر امال مين اللي هيعاكلن علينا والوكيل مين الاستاذ سلمان عز الدين برضو ما كل حاجة بتتغير في البلد دي الا الموظفين كل واحد مسك في الكرسي ميت عليه ما يسيبوش ولا بالطابل البلدي طيما انت لسه الفراشة هو مانا موظف حكومي برضو على رأيك يلا انا داخل الاستاذ ممدوح وراك بالقاوة على الريحة على حسب ما انا فاكر ولا زمانة استاذ عباس اعمل ايه بس يا فني اولياء الامور ما وراهمش غير الشكاوة واحنا بنشتغل فوق طائقنا حاضر حاضر يا فني انا حبحث الشكوى دي بنفسي مع الف السلامة استاذ سلمان انقل الطالب طارق حسن عبدالجليل للفترة الصباحية ايوة يا سيدي ما هو كل واحد عنده وسطة عاوز يريح ابنه طبعا ابو حيجي له هو كلم مدير عام المنطقة التعليمية ايه بتقول مين عباس الديميري مين اوه يقلب عقلك هاتو هاتو تعال على طول فضل فضل يا عباس فضل اكتب الله قالي ما مصدق روحي لنتالك وحشة كبيرة جاوة جاوة يا عباس والله يوحشين يا عباس ريتم من عليك فضل يا عباس ليه فضل ايوة يا عباس الديميري اهلا 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 يا عباس اتفضل يا عباس عارتي كانت عشرين سنة حبط النظر يا باختك يا باختك يا سيدي لازم وسطك كانت جامدة اوي 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 والله انا خايفة اقول ربنا ينولها لك بلاش احسن صدقني حبط النظر مفيش احسن من البلد دي اهو احنا كده بعد ما سفرت وعملتهم ولمت الدولارات عن سترليني جاي تقول لي مفيش احسن من البلد دي القصد اقمرني ما كنت بقول يعني اذا كان ممكن ارجع الدرس دي بعد ما عمل الخميرة وقبض الدولارات جاي السلة وضعني حبط نظر غيرت الدولار بكبع بس دولار ايه يا حضر النظر؟ او عيكون ضحكوا عليك وخلك تغير من البنك تفرق معك كتير اوي لو كنت عاوز تغير انا تحت امرك وازيد من السوق ارش بحاله بقولك ايه يا عباس ما جبتش معاك ادوات كهربائية تلاجات غسلات تلفزيونات حاكمانا النهاردة بجاهز بيت شيرين بجت عروسة ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله مبروك يا سليمان حضر النظر انا وحشنا التدريس قريبا اروح وحشنا الفصول وحشنا الطلبة الفصول قدامك يا حبيبي والطلبة بالكوم خش درس زي ما انت عاوز يعني اعتبر نفس اللي جات واحنا لقيين مدرسين يا عباس دي مدرستك يا حبيبي احنا اول ما دخلنا هنا مع بعض ما كانش فيها غيرنا الله طب اخد فكرة ان المناهج دلوقت شكله ايه بو يقولك مناهج جاي مسروع على التدريس هو هو عباس الدميري بعين وما تغير صباح خير حظة النصر خير يا أستاذ واك طيب مش طريقة دي حظة النصر ثمانين طالب في فصلة واحدة طب انا درس لهم ازاي وبعدين حراك كل يوم تبعتلي ثلاثة اربعة زيادة والنهاردة بعتلي واحد تاني ده مش اي واحد يا ابني ده من طرف مدير عام المنطقة التعليمية شخصية ايه حظة النظر بيقول الثمانين واحد ده مولد درس لهم صحيح ازاي مش بعقول الاستاذ عباس الدميري تتعرفني يا ابني ايه اللي عرفك ده الاستاذ واقل مدرس التاريخ لأولة وثانية سنوة يا عباس لا انا واقل تدميزك يا استاذ عباس واقل ايه مش فاكرني واقل فكري بالظبط يا فدد بسم الله ماشاء الله بقيت مدرس تاريخي يا ابني يسوا بحضرتك انت اللي حببتني في التاريخ يا استاذ عباس ايه استاذ عباس يا حضر النظر كان احسن واحد يدرس مدة التاريخ الولدي بوجعدين في الفصل كأن على رؤوسه مطير لا صوت ولا نفس انت اللي عز الخصة ضرقت وخلصت وحدة شعايز يتحرك من مطرحه ليس بانسانٍ ولا عاقلٍ من لا يعي التاريخة في صدره ومن عرفة أخباره من قبله اضافة أعماراً إلى عمري کاه ليس كلها ما ما فاكري اغامل دي حاجة التنسية يا استاذ عباس طول عمرنا كنا فاكري 나�ا نفاكري اللي التاريخ ده مجرد صم حفزة زي البغبغانات حد ما حضرتك فهمتنا يعني ايه تاريخ اه هو ده اللي وداني بداه يا ابن بس حضرتك منورنا النهار بشكري يا سعبان الحمدلله على السلامة يا أستاذ عباس الله يسلمك يا ابن المدرسة نورت الله يخليك يا حدث النظر استلم امت ان شاء الله شوفوا أستاذ عباس انت بقى لك 20 سنة متغيب عن العمل بكرة الصبح تاخد بعض قطورة المنطقة التعليمية تجيب قرار باستلام العمل ودي مسألة سهلة وبسيطة هينضوا لك قرار الاستلام تجيبوا وداني الجاي على هنا على طول وانا هنزلك في الجدول طوال الفا بروكا الفا بروكا يا أستاذي شكرا الفسحة اذا بتوينه على جرس الفسحة طبعا هو ده عباس الدمار ايه؟ اسمحنا يا حمد نور امص بس عالحوش 3-4 عشين اتفتر شوف يا أولادي انا مش عايزكم تتأيدوا باللي مكتوب في المنهمة اقروا وفهموا وفكروا واسألوا ولازم يكون له كوراء ولازم تعبروا عنه بصراحة وبحرية هو ده المقرر يا أستاذ؟ لا يا فندم هي دي الحقيقة انت موقوف عن العمل يا أستاذ؟ موقوف موقوف كاد المعلم أن يكون رسولك وما فيش رسول بيزور دراسة مرسة عباس الدماري رجع نزلوني في الجدول وهرجع أستعم الشغلة في المدرسة وحيدوك مش مهم كام المهم إن أنا هرجع أشتغل في المدرسة تاني هرجع أدرس في الوسط هيرجع تاني عباس الدماري بزمتك ده كلام واحد ورس ملايين يروح اشتغل بكم ملطوش ده كلام أستاذ مرسي الأيام أثبتتلي إنه هيفضل هناك هو ثقافية ساحقة بيني وبينك مش فاة يعني الحمار هيفضل طول عمره حمار يا أستاذ مرسي اه أنا كده فهم شو يا نصي أنا لما اشتغل في المدرسة يبقى في اعتراف ضمني من الحكومة إن أنا عباس الدماري الفيلسوف ديكارت بيقول إيه أنا أشك إذن أنا موجود عباس الدماري يقول إيه أنا أدرس إذن أنا موجود هو أنت قابلت الدكرور ده في المدرسة integration وبيسلم عليك يا أهما الله ه Lite سلمك أشعرف الذين دي لا مفيش جهلة زيك فيها كان هيبقى طعم могли ريني أستاذ مردوح أنت أمل أيوة أقعد قدامي هو هنخلص كل حاجة طبعا مع السلامة يا منشكريني قوي تعبينك معنا تعبك راحة يا أستاذ عباس قلتلي أنت نقطعت عن الأمل من إمتى؟ من عشرين سنة عشرين سنة؟ والسنين دي كلها كنت فين؟ كنت في العراق شوف يا أستاذ عباس المدة دي طويلة قوي والمسألة دي مش فيدي مال في إيه من؟ دي لازم يتكتب بيها مذكرة ويمضع عليها سيادة الوزير شخصيا بالموافقة آه دخلنا في التعائدات بقى ولا تعائدات ولا حاجة يا أستاذ عباس ده معالي الوزير عمره ما رفض تعيين مدرس ده احنا بمتنشع على المدرسين ما تقلقش حيمضهولك هاوي هاوي بس لازم تستوفي الأوراق الأول يا أستاذ عباس أوراق إيه؟ الأوراق العادية صورة المؤهد والفيش والتجبيه وشهادة حسن السلو السلوك والبطاقة ممضوح بغدينك يعملها لك في الثانية عباس الديميري عباس الديميري أهو عباس حسن الديميري عامل بالسكة الحديدة لا يا سيدي عباس حسين الديميري أيوة حاضر عباس حسين الديميري صاحب الملها الليلي لا يا سيدي مدرس تاريخ عباس حسين الديميري مدرس تاريخ هو أنا يعني بقولي الكلام ده من دماغي أهو عباس حسين مختار الديميري مفيش مختار عباس حسين الدميري بس مفيش عندي حد بالاسم ده خالص مفيش ازاي ما انا قدامك اهو ما تعطلنيش يا أستاذ انا قدام الورقة اهو واتفضل لو سمحت طب انا اثبت ان انا عباس الدميري ازاي روح المحكمة واثبت زمان انت عايز هقولهم انا مين عايز اي وراء اي اثبات ما تعطلنيش يا أستاذ وما تعطلش نفسك عباس حسين الدميري مش موجود في السجلات خالص ما فيش عباس الدميري في السجلات ما سفيه عباس الدميري في الحياة لو سمحت والله ازاي روح لعباس العادة عباس العادة ده مات اللي ارحمه انا بدور على العباس العادة الشارع وانا بدور على عباس الدميري ماولكش فاني منطقة عباس ازاي كيف حالك اركب اركب ايه اخيلا محاول الحقيقة انا مش عارف اقولك ايه عباس اقوله يا محاول ايه انا خلاص خدت على اخبار الوحشة انا فتحت بيبرس في الموضوع بيبرس موقف واضح من اول لحظة مش قادر رفع ما هو بيعمل كده ليه حد يظهر له اب بعد العمر ده كله ويتصرف في الطريقة دي ازاي بس؟ لسه صغير صغير ليه انت التاني؟ نقفل 21 سنة برضو صغير مش عارف قيمة الدنيا ما كان شاب عنده 21 سنة زي ما بتقول لقى الفلوس ده كلها ملكه يوم يطلع له عفريت كده على رأيه ناهد هي السبب كلما كنت احاول افهمه و اعلمه كنت داري عليه و ادفع عنه على فكرة ما اتكلمت مع ناهد انا عارف ما انقف ناهد كمان ناهد جات لي ما اخذت علوانك مني؟ سيدة الكريمة عرضت علي ربع مليون جنيه عرضت عليك فلوس؟ ليه؟ عشان اموت عباس المهم الليلة رفضان هي كمان الليلة متعرفش اي حاد عن الموضوع ده خالص انا مفتحتهاش فيه بلاش دلوقت يا محرم انت عبتلي انها دخل على امتحانات ايوه هو موضوع مني الوزير ده حي يعني يعني فيه كلام كده ربنا يا سادة على فكرة عباس انا مش هسكت اذا كان ناهد وبيبس مش عايزين يعترفوا بيك فانت لازم تاخد حقك بالقانون انت لازم ترفع اضيع بس ارفع اضيع على اولاد يا محرم ايوه وانا اللي هرفعها لك هات بطاعتك عشان اعمل لك توكيل المحام انتهي ايه فيه يا جدعين بتجيب بطاعتك ما عنديش بطاعتك ايه اسبات شخصية مش عندك مسبور فاضي لطفي حسين الجناني هو ده الانسان الوحيد اللي متمسك بيه ومش عايز يسيبني ابدا ايه الصلاة عالنبي عيال تلبس وتتقانتك وعيال من البرد التكتك اختيش بتضحكي على ايه يا اختي ايه القصة دي تلسة ملبستيش يا ماما مش كيف ايه انت هتلبس في حيطة هلبس اروخ فين همش بتديم معادل الناس ناس؟ ولا كل من جنس البشر بقى ناس ولا كل من طرح الشجر انا ناسي عينهمة انت تفتحلي في الامثال مش فيه معادل النهاردة مع فرج الله عشان نقرأ الفتحة ونلبس الشبكة انا مددش مواعيد لحد يخون وبعدين الرجالة هم اللي بيقروا الفتحة والستات تفاركشها معه بابا زمانه جاي هو عارف المعد واكيد مش هتاخر طب وانا مالي بقى اروح انا ليه ها تجرجرني اقول للناس ايه؟ نقولهم ايه يعني ايه؟ نقرأ الفتحة ونلبسها الشبكة شبكة؟ فين يا حاصرة الشبكة دي حد جاب شبكة؟ ما هو بابا هيجبها هو جاي هو عارف المعد واكيد مش هتاخر وافرد مجاش هنعمل ايه؟ لا هو جاي يعني جاي يا حد انا مش عايز اكسر ما قديفك ولد في الفرحة في عينك يا نظري بس قلبي الام يابني انا قلبي حاسس انه مش جاي وانا قلبي حاسس انه اكيد جاي اكيد ايه؟ هي نديجة وهتجبها من كنتروم بقولك قلبي الام يابني اقولك على الحاجة بقى بصراحة انا شفتها في الفين جاي شفت ايد ابوك مضمومة كده يبقى الفتحة مأكولة عارف لو كانت اليد مفتوحة كده؟ كانت تبقى الفتحة مفتوحة لا فانجانك بقى غلط المرات بابا مستحيل تخلى عني الليلادي يا ماما انا عارفة يا ضنايا بس يمكن حاجة تأخروا كده ولا كده يتبقى مصيبة كارسة لو مرحناش للرجل الليلادي مش بعيد يجاوزها الخميس ابن الجزار بكرة عادي جاموسة رحت لجزار هي البت سلو عدي املة دي ابني رجلها لتنين شمال يعني لو خلفتو عيال مش هيلعبو كورة تم استقلب نفسك ده انت مئة الف وحدة تتمناها حاسبا ما شوف شغل شغلك اه يا ماما اخذي يا لو انا بقى عايزة فهم انت حط نارك من الراهل ايه ايه اللي مش عجبك فيها وانت يا اخويا ايه اللي عجبك فيها شعرها اللي واقف كأنها تكهربت نسيت صباحها في الفيشة ولا البودي المحزة اللي امها بتلبسهولها بالفازلين وكله قوم وإلا ما اشتريتش ده اسمه ستريتش ستريتش جاتكو خيبة اللي تلبس ما اشتريتش كأنها ما تسطريتش في الصور زمان وكنت عمدالي شعرك بجوديت اسمها يا خايب عضة الكلب البت منيانا كتتعمل التسريحة دي وتاخد واحد وعشرين حكمة يعني تروح للكوافير مرة واحدة مش كل اسموع كوافير كوافير طب معلش يا ماما لشان خاطر امي البسي بقى وروح معاه وانت مالك انت ما انتو بتشدوا في شعر بعدي ليل ونهار واول ما تدخل انا القطة تعمل الفرد طب ايه رأيك بقى انا مش رايحة انا عيانة عيانة بقى عندك ايه؟ عندي عية سياسية يا ماما الساعة داخل على سبعة ونص ومعادنا مع الناس الساعة تمانية عشان خاطري وانها بيقوم يلبسي مش انت بتقول ابوك جاي؟ استنى من ابوك ييجي ويروح معاك يعني مصممه ايوه مصممه قلوبنا بعد اذن خش انت البسي وتعالي معايا انا؟ معلش يا محمود انا معلش مزاج ملكيش مزاج انتو بقى حكاياتكم معايا بالزبط اعزين نروح للناس ازاي؟ بتقولي كده؟ محدش عايز يوقف معايا في ليلة زيدي؟ فينك يا بابا؟ انت لو عايزي لحاسس بيا انا هاجي معاك يا محمود بس هدخل الفز بذلت العيد واجي معاك واشرافك اسمالنا يا اخويا خد القزعة معاك يا اخويا يشرافك وانت كمان هتشرافين يا امو محمود يلا بقى والنبي استهدي بالله كده وامل بسي ما تعطلناش يعني انا اللي معطلاته؟ طيب يلا يا اخويا نشوف ايه اخرتها معاك يلا فيه تهتروح للناس كده؟ مالو كده كده ايه ما تلبسي حاجة يا امو حاضر هتلبلته من جوه يا لوبنا البلته ده امي لبسيته ليلة دخلتي كانت ليلة مطر ورعد ليلة غبرة زي اللي احنا رايحينا قطي ربنا يا طمانك يلا يا لوبنا خش تلبسي انت كمان وتعلي معايا حاضر حاضر ربناك يا باباك عقبالك يا باباك مبروك وعقبالك وتتكسفة مستعجلين على ايه يا ولادي الجنين عايزين تتفشوا مني؟ نتفش منك برضو اقمر ده انت الخير والبرجة كلها يلا بقى خش البسي كده ودينا واحدة عقدة الكلب وادعي ان بابا يجي بسرحة يارب يسترها معاك وبوكيك موسيقى 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 تعبان؟ أعمل لك شيء أو قهوة؟ مش عايز أي حاجة تفوقني أنا فائق أزيد من اللازم ما لك يا أستاذ عباس؟ نشكر على مجاملة مجاملة إيه؟ يا أستاذ عباس كل مش عايز يقولها لي باستخسرنها فيها حتى الحكومة بتقول ما فيش حد اسمه عباس الدمير إزاي بقى؟ إيه اللي حصل؟ أحكيلي أحكيلك وأنا ماشي في العرق بقى لقيت جثة ويديني ويديني اللي أنا فتح له كرشه اللي لدي الله تفتح كرش مين بس يا معلم خميس؟ إنت عايز تروح في داهية عشان حل تتبثت لا راحت ولا جات؟ بقى إيه لما سخرت الحارة يا أبا؟ لما فرج الله يرمرنا الشبكة في وشنا بعد ما قرنا الفتحة وحددنا معادي الجواز هنمشي إزاي في وسط الناس؟ هنمشي عادي كده هو؟ أخو؟ الجواز اسمه ونصيبه خميس دول عمرهم ما كانوا يستجروا يتقدموا الفرج الله يا أبا؟ دول عايشين عشكوا كتول عمرهم؟ وإذا كان سيلوطفي ده جاي من بره يعني معاك إرشين هينفش بيه ومريشوا علينا؟ لا، لا، أنا بقى هعرفه مين هو المعلم سلطان الجزار؟ ومين هو المعلم خميس ابنه؟ لا خميس يا أبني، ما بتتهورش؟ أنا هستنى سيلوطفي ده على نصة الحارة وهو جاي والله يشل إيده من حكاية الجوازة دي؟ فل، يا درما دخل كشار ركب دماغه هو وابنه؟ لا، يلا أنتم مش هتفوت على خير وهيتعلقوا هم الاسنين على باب المحيل يا أخويا بقى لنا نص ساعة قاعدين والعالم الجلدة اللي انت عايزت تناسبهم قدموا لناش حاجة لا حاجة ساقعة ولا كوبية شربات ولا حتى أهوة سادة حلاص يا ماما ما يصحش الكلام أمال إيه لي صح؟ نطلب إحنا يا أختي ولما نيجي نمشي نحاسب على المشاريب أنا أصلاً مش مرتاحة للجوازة دي؟ يا جرسون تعالى شوفنا نشرب إيه يا أخوي وبعدين معك يا ماما انت جاي بوزي للجوازة على إيه؟ سكوت انت خالص بابا لما يجي هو اللي هيقول كل حاجة خالص مادام هتكمموني أمشانة أخد بالطومي وانشي لا أخدي بالطومك وعاضي ما تتكلميش وبعدين هم متأنعارين على إيه؟ وعملين الأمعي خاله ده الطقم اللي احنا قاعدين عليه ده؟ صح برمية تلات مرات أنا شايفة بعينهم مسلوعة وهي واقفة مع بتاع الربابيكة حتى الخشب على جنب والسوس على جنب وحملت فصله في السوس يا ماما خالص ماما الكلام دعيد يا أختي هم قفلين علينا الباب ليه؟ احنا هنسرق السوس يا أمو سلوعة يا أختي أنا ضغط علي يا حبيبتي يا ماما انتي فيه؟ يا ماما ما يصحش فلنت بتأمليه ده؟ يا أهلا وسهلا يا أهلا بيت ده احنا زرنا النابي النهاردة يستمو محمود معلش يا أختي سلوة معواقة حبتين كده مكسوفة مكسوفة؟ وما بنات اليوم اندول والشكسوف؟ بس يا واد رجلي فيه ايه ملمعك جزمة الله؟ ملمعها كل ايد وانتي طيبة وانتي طيبة يا حبيبتي لا سمعنا زغروطة ولا حتى حس هو في ايه؟ جرى ايه يستمو محمود؟ مش لما الرجالة ياختي يعودوا مع بعض الأول ويتفقوا وده الصلاة عالنبي عليه مش راجل ملوهدومه ولا مش مالي عينك؟ فاشر ده يملى عين الشمس إيه اللي عيني؟ ده مالي عناية الاثنين سي محمود اوهد مع عمك الحج سي محمود اوهد مع عمك الحج يا واد احنا جاينا نخطب ها؟ اه طبعا احمل ايه؟ يختس مل عليه وعلى شبابه فان ياختي البرنسيسة؟ هي لسه مكسوفة لاي عناية بس بتوضى بالشربات وجاية وبعدين ما تأخذنيش كانت مكسوفة عشان سي محمود واقب بنا اصلي بنتي بتتكسب مزي الجلدة ابدا يا ست امه محمود اتفضلي يعني عذر تاحي طبعا لامه انا حبيبتي الولية دي هتفقع مرارتي قالوا الامر مكسوف قالوا من كتر اللي بيشوف قالي البيت اللي انا فرانكا اللي لابسها لبودي جاتلي غايت عندي تلبس برقع انا مكنتش هتصور يا استاذ عباس ان الحياة تعمل فيا كده انا عيشت طفولة سعيدة قوي كان عندنا بيت جميل بيجنينة حلوة كنت مرتبطة قوي بجدتي في يوم دخلت عليها وقضتها عشان ابوسها والعب معها زي كل يوم لايتها مبتردش علي كان اول مرة في حياتي اعرف ان في حاجة اسمها لهم لاحا بالله يا رب جدتي كانت غنية قوي بابا ورث من وراها فلوس كتير بعد ما ماتت باب كويس لافت عليه وحده خدت اللي وراه واللي قدامه لاحا بالله يا رب بس ماهما سبيتوش فضلت وقف جنبه في المحنة دي كويس بابا اطلقها لاحا بالله يا رب ماما بقى رحت اتجوز ترجى المليونير كويس كرشنيم البيت لاحا بالله في ايه يا رب هي حياتك كده على طول ماشي على سطر وسيبها سطر بعد كده ما فيش سطر وسطر هو سطر واحد طويل مليان عذاب وقلم وتعب من كل حاجة بعد ما سيبت بيت ماما رحت عشت مع عمتي في اسكندرية كويس مش كويس ايه جزء عمتك بطلع عينك وكرشك من البيت زي جزمك بالعكس ده كان راجل طيب جدا وبيعملني زي بنته بالزبط طب ما انا بقول كويس فى يوم وانا راجع من المدرسة لقيت بيت عمتي دك ام تراب وقع فى الزلزل زلزل فى اسكندرية رحمل الله يا رب رحت الخالي فارقعت فى وشه قم بوبة المتجازة صح عرفت منين ما مفضتش غيرها دي بالعايز انا بها تاريخي بيقول كده كانت حادثة فظيعة قوي راح فيها خالي وولاده ومراده العيلة كلها ما حول الله يا رب ما كانش فيه قدامي غير النرجع تانى لبابا بس الماما ازاي ثابتك فى الظروف دي ما فيش حاجة فى ايديها ممكن تعملها ازاي بس يا رجل انت بنتهى الوحيدة ما هي ماما وهي مسافرة شرم الشيخية وجوزها وقعت بيهم الطيارة ما حول الله يا رب خلاص خلاص رحت لباباك طبعا مبعدين كان احن انسان علي فى الدنيا دي كلها مش هادا اقول كويس لان انا عارف نعيته انا اواخد عزها بايدي الله يرحمه وزي ما انت شايف كده قاعدة الوحدي ما ليش حد ايوه لسه فى عمتك اه بالضبط كده هي اللى فضلالى بقى من رحة المرحوم ربنا يخليها لك اراشا ويخليك ليا استزعى بس موسيقى